لا فرق بين دم معارض أو دم مؤيد أو مختلف فالعراقيون في الدم سواء ولا منطق أن يستباح الدم لفرض رأي على آخر لكنه يستباح من جديد أو يزج به في الساحات وبغداد شاهدة على التصعيد صامتة ترقب ما جرى أو سيجري أكثر من مئة مصاب وروح خسيرها العراق تشهد بغداد على تفاصيل إراقة الدم من جديد لكن في الخفايا أنها تحقيق لأجندات تحاول أن تفاقم المعادلة السياسية بعد ولادة برلمان جديد من رحم انتخابات مبكرة ولادة مبكرة مرفوضة والرفض حق من حقوق العراقيين كفي له الدستور ونطق به رئيس الحكومة في الأيام الفائتة لكن هناك من يحيك ثوبا بلون أسود ظلامي يريد ركوب موج الرافضين بتصعيد المشهد على أبواب المنطقة الخضراء وكل هذا مدروس في حسابات صناعة الفتنة وزج العراقي للهاوية في الساحة أيضا تكرار لمشهد خسارات في صفوف القوات الأمنية وكل هذا يضرب جهود الصانعين للعملية السياسية في غرف الكتل الأكبر تلك التي خرج منها صوت زعيم التيار الصدري بأن يكون العراق مستقلا بقراره ينأى بنفسه عن تدخلات خارجية تريد للدم أن يسيل وللفوضى أن يطول أمدها العراق الشعب العراقي ما الحبيبي من هذه السؤال فعمى أن نأتي بالجديد أو أن لا نأتي أصلا وقد يكون للتوقيت الزمني حساسية أكثر خطورة بعد هدوء استبقنا التوقع له بأنه هدوء حذر بعد أن جاءت تصريحات رئيس الوزراء فيما مضى بأن العراق أثبت للعالم أنه انتصر باستحقاق تشرين غير أن هناك من يريد له أن يضرب في الخاصرة مع مراوغات التشكيك في العملية الانتخابية بعد أن تحقق عنوان صنع في العراق المنتج السياسي الأول من نوعه الذي أنتج عملية نزيهة لا تشبه شائبة الفوضى والاغتيال ترجمة نانسي قنقر